هنبدأ فورا مع حضراتكم بسؤال رغضة أحمد رغضة بتقول بنتي عندها سنة وسبع شهور بتخاف تجرب أي حاجة جديدة ومش بتحاول لو تعرضت لموقف وبتفضل خايفة من الحاجة فترة مثلا يعني مثلا وقعت على السجادة قعدت فترة خايفة تقرب من السجادة بتعتمد علي في كل حاجة ما بتعرفش تطلع عالكنبة لوحدها حطيت مخد على الأرض عشان أساعدها خافت تطلع برضو وطبعا بتمسك إيدي وهي طلع على السلم وبتخاف تطلع لوحدها المفروض أتعامل معها إزاي واكسر الخوف ده إزاي طيب مبدئيا كده في أي سؤال بنجاوبه لما بنطلق السؤال طبعا أنا مهم بس تحياتي اللي حضرتك يا رغضة والكل الناس اللي بيبعتولنا وكل الناس اللي بيسمعوا كمان الأجوبة بتاعتنا لما بيجي لنا سؤال احنا بنستخدم السؤال ده كموضوع يعني بنجاوب قاعد السؤال ولكن أنا بتفرع كمان أكتر فيما يخص جوانب أخرى من نفس موضوع أو جوهر السؤال علشان ناس كتيرة أوي تستفيد أو ما يبقاش الاستفادة شخصية بس لصاحبة السؤال في كده فلسفة طبية مهمة أوي إن حضرتكم تعرفوها عشان تفهموا لما تسألوا طبيب عن حاجة تخص أطفالكو فتفهموا هو مثلا لما بيطمنكو بيطمنكو على أساس إيه أو لما يحذركم بيحذركم برضو على أساس إيه مبدئيا كده السؤال اللي اسمعنا ده هل هو سؤال يعني يعكس حالة مرضية عند الطفلة اللي عمرها سنة وسبعة شهور ولا هو حالة اعتيادية أو حالة عادية بالنسبة لعمر الطفلة أو بالنسبة لسنها وإجابة السؤال ده يعني فيما يخص أول جزء بقى من السؤال إن اللي حضرتك حكتي عنه يا رغدة هو حاجة طبيعية تماما يعني بنتك ليس لديها مرض ليس لديها حاجة سلوكية ليس لديها نقص في التطور لا بنتك طبيعية تماما طيب بس هي بتخاف يا دكتور وما بتجربش ولما بتجرب ويحصل لها حاجة في التجربة دي بتقعد فترة طويلة على ما ترجع ده طبيعي؟ آه طبعا ده طبيعي أولا لأنه في العمر ده سن سنة وسبع شهور وعايز أقول لحضراتكم بس قبل ما أكمل الإجابة يعني إن وجود الخوف في حد ذاته دلالة على نمو الوعي يعني من زاوية تانية هو دلالة على نمو الوعي دي حاجة مهمة قوي إن حضراتكم تبعوا عارفين يعني الطفل لما يبقى بيجرب شيء خلاص ويخزن في ذاكرته وفي وعيه إنه هو حصل له أزى أو حصل له ألم أو هكذا هذا الأمر له جانب إيجابي لأنه يدل على نمو درجة الوعي عند الطفل لأنه قبل كده ما كانش بيعمل كده فمبدئيا الخوف ده حاجة حلوة مش حاجة حلوة طبعا الأطفال تبقى بتخاف بس قصدي ترجمتها الطبية والعلمية إن ده دلالة على زيادة النمو في الوعي طيب سنة وسبعة شهور مساحة التجارب اللي بيمر بيها الأطفال في تجارب المهارات الجديدة تحديدا بتكون مرتبطة جدا بذكريات التجارب دي يعني إيه؟ يعني مثلا لو الطفل بنعلمه مهارة زي مهارة المشي أو أي مهارة تانية أو حاجة في مهارة الكلام أو ما إلى ذلك خلاص وكنا في الوقت ده بنتصرف معابة عصبية بنزعقله بنخوفه بننهاره بننهاره يعني اللي هو بنقنبه جامد بنشخط فيه الطفل بيربط التعلم ده بالذكريات المصاحبة لهذا الموقف فيقوم لما نيجي بعد كده نشجعه على أداء نفس المهارة في وقت آخر بيستدعي من ذاكرته الموقف ككل أنا بفسر لحضرتك أنا مش بقول لحضرتك بتزعقلها ولا حاجة لكن عايز أقول لحضرتك أنه طبيعي أن بنتك اختبرت التجربة يعني مرت بتجربة أنها مثلا بتحاول أنها توصل لحاجة أو أنها بتحاول تمشي وقعت فلما وقعت هي خافت أو وقعت تألمت فأصبح هذه التجربة أو أصبحت هذه التجربة مختزنة في عقلها بكل ملامحها أو بكل ما هو محيط به طيب السؤال هل بنتي هتفضل كده على طول الإجابة لا طبعا لكن بتتخفف أو بتخف حدة هذه الذكريات أو هذا الواقع أو وقع مثلا إذا كان ألم أو ما إلى ذلك عند الطفلة بعوامل محددة أول هذه العوامل هو تشجيع الطفلة على تكرار التجارب ولكن بصورة غير ملحة يعني إيه يعني أنت عايزة تشجعيها على الماشي عايزة تشجعيها كذا ما تخليهاش تحس أنك بتلحي في الموضوع لأن ده بيوترها ده بيخليها وكأنها بتستدعي كده من جواها اللي هو إيه ده كده أنا هتقلم تاني يا ماما أنت مش واخدة مالك أنا مش عارف أطلع أو مش عايز أطلع على الكنبة أو مش عايز أمشي على السجادة دي عشان ما أعشي تاني دورك هنا أنك تشجعيها ولكن دون إلحاح ده أول نصيحة تاني نصيحة أنك تكوني معاها أنت شخصيا في وسائل المساعدة وكأنك من الأول يعني إيه ما تقوليش مثلا ما هو ابني أو بنتي كانوا بيمشوا كويس بس هو لما مشي واتخبط في الكرسي هو مش عايز بقى يمشي أو بيخاف يمشي ابتدي معاها من الأول كأنه هو من الأول خالص تمام وأنا دايما الحقيقة في تجارب الماشي أو في المراحل الخاصة بتطوير مهارة الماشي عند الأطفال أحب دايما أقول للناس أنك لازم توفروا مساحة للأطفال عشان الطفل لما حتى يسند يمشي هو بتسند أو ينمسك ما يبقاش بيمشي زي ما بيتقال كده بلغة يعني الشارع أنه ما يبقاش بياخد غرز في البيت يعني بيحاول يفادي كرسي ويحاول يفادي طرابيزة ويحاول يفادي لأن الحاجات دي صعبة جدا على الأطفال في العمر ده ده لسه سنة وسبعة شهور تمام لازم يبقى فيه مساحة وأنا مش قصدي هنا المساحة أنه لازم الشقة تبقى واسعة أنا قصدي أن المكان اللي الطفل بيتحرك فيه يكون فيه مساحة حركة للطفل دون أن يتعرض للاصطدام أو أنه يتخبط في حاجة أو أنه يتقلم من حاجة تمام طيب إجبار الطفل على فعل الشيء أو فعل هذه المهارة ده غلط جدا فحتى أنت لما بتقولي إيه أنا جبت لها مخدة عشان تطلع على الكنبة أولا ده تصرف خاطئ ليه لأن المخدة طرية فالطفل لما بيحط رجله عليها هو مش هتساعده حتى لو مهما كانت هاردي يعني أو مهما كانت نشفة بس يا في الآخر مش حاجة مستوية زي الأرض أن الطفل يحط رجله عليها فلا ده غلط أنت بتساعدها ومش لازم أنها تطلع على الكنبة انسي موضوع الكنبة انسي مهارة أنها تطلع على الكنبة هتطلع بعد شهر بعد شهري بعد ثلاث إحنا عايزينها دلوقتي ترجع تمارس مهارة المش بقى ريحية أو براحة دون خوف وحتى لما تقع أو تخاف تشجعيها أنت بحاجة بسيطة كده والتبطبي عليها وما تعملهاش شغلانة يعني اللي هو إيه لأ وإنتي لازم تمشي ما تخفيش لأ أنت كبيرة أو أنت لا مش مطلوب كده خالص لأنه بايتايم أو بمرور الوقت هتبتدي الزاكرة تهمل الظرف ده وهيبتدي العقل يفضل مركز في إنجاز المهارة الأطفال بطبيعتهم يميلوا إلى الإنجاز مش يميلوا إلى التردد فعشان كده ده اللي بيفصل حتى أن الطفل هتلاقيها لو أنت ما عملت لاش أي حاجة أي نوع من أنوعة تشجيع هتلاقيها هي بتحاول تعيد الكرة مرة تانية لكن هتاخد بعض الوقت الوقت ده بيحصل فيه العقل بيغلب حب إنجاز المهارة ويبتدي يعمل نوع من أنواع المسح للذكريات المتعلقة بالقلم اللي كان مرتبط بالتجارة بالقول أنت بتقولي هي بتخاف تطلع السلم طبيعي جدا أنها تخاف تطلع السلم برضو الوحدة لأنها بتخاف تقع تمام وصح أن احنا نمسك قدين الطفل ونعلمه يطلع السلم وأنا عايز أقول في موضوع السلم ده بالذات أنه لازم نصبر فيه على الطفل لأن مهارة طلوع السلم ومهارة نزول السلم ده مهارة معقدة شوية يعني غير مهارة المش يعني مش معنى أن الطفل ابتدى يتعلم المش أنه هيطلع السلم وينزل بسهولة لا السلم ده موضوع تاني خلاص كده أنا بس هاختم بقى جابتي معاكي بكلمة بس أنا ما حبش أن أنا أسمعها بحطة أنا عارف طبعا أنه تعبير دارج وكل حاجة بس اللي هو حتة عايز أكثر الخوف جواه لا مش مطلوب من حضريك تكسري حاجة جواها ولا خوف ولا تردد ولا حذر ولا حاجة خال ما تكسريش حاجة وما تحطيش يعني في دماغك هذا النوع من المصطلحات لأنه لما الإنسان بيفكر بالنوع ده من المصطلحات ده بينعكس غصبا عنه في طريقة أداءه أو في طريقة تصرفه مهما كانت نواياكي خير وطيبة بمعنى أنت بتقولي عايز أكثر جواها حكاية الخوف دي ده هيخليكي إيه هيخليكي تدفعيها دفعا ناحية إنجاز خطوة مهارية هي لسه مش جهزالها مش جهزالها مش من ناحية التطور بس ولا النمو بس ولا التطور الحركي بس لا مش جهزالها من ناحية النفسية الصبر والهدوء واللي الطفل ما يعملوش دلوقتي هيرجع يعملو بعد أسبوع ولما ما عملوش بعد أسبوع هيعملو الشهر الجاي ولما ما عملوش بعد شهر هيعملو بعد شهر المهمة كده كده إنه هيعملو الصبر والهدوء والتشجيع وما تحطيش في دماغك إن بنتك عندها مشكلة وعندها أزمة وأنا عايز أحله قبل بس ما سيب هذا السؤال واروح للسؤال التالي ترجمة نانسي قنقر